اشتركوا في القناة من جماعة بروس بداية اتقدم بالشكر الجزيل عضوات واعضاء مجلس الجماعة التربية بروس الذين رفضوا قرار منع منابر الاعلامية من الولوج الى قاعة الجلسة هذا القرار الذي كان انفراديا من طرف رئيس الجلسة بحكم غياب رئيسة الجماعة هذه الدورة هذه الفضيحة بطلها مدير مصالح مدير مصالح هتشاهدوها في واحد المقطع فيديو وهذا المقطع الذي جعل الرئيس يمنع المنابر الاعلامية من حضور اشغال الدورة والدليل على ذلك رغبة شريفات وشرفاء هذا المجلس الموقر والإلحاحهم على حضور المنابر الاعلامية على ضرورة السماح بتغطية اشغال هذه الدورة دورة اكتوبر 2023 غريب جدا متتبعين الكرام في الوقت الذي كان من المفروض على كاتبة المجلس تلاوة برقية الولاء والإخلاص فور مطالبتها من طرف رئيس الجلسة الموجهة الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده نرى مدير المصالح يأخذ الكلمة نيابة عنها ضربا عرض الحائط كل القوانين التنظيمية حيث رفعت الجلسة دون تلاوة برقية الولاء والإخلاص وهذا الفيديو متتبعين الكرام المثور يكشف بالملموس في الدور الحقيقي للإعلام هو تنوير الرأي العام ونقل الواقع كما هو بدون مزايدات ولا ابتزاز ولا تزوير للحقائق لأن أخلاقية المهنة تتفرض علينا جعل الخبر مقدسا والتعليق حرا ومن هنا جاء تعليقنا هكذا المتتبعين الكرام يشوفوا هذا المقطع ولا نعود من هنا ومن هنا مرض ألي كماغين ومن هنا ومن هنا نحن يكون كماغين ومن هنا جديدا يسر عودة مجددا لمتابعنا الكرام للأسف الشديد والله إلا للأسف للأسف هدو هم النماذج لانتخبهم المنتخبون باش يدبروا الشأن المحلي باش يسيروا الجماعة الترابية بالروس وها هم نماذج جل الموظفون اللي يستفدوا من عدة امتيازات ويدبرون مصالح الجماعة للأسف وها هو مستواهم الحقيقي من خلال هذا الفيديو وهذا هو الشأن اللي كيخلي المزلس الجماعي يرفض المنابر الإعلامية هذا هو السبب دائما الجلسات في الوقت فاش كتبغي تحضر المنابر كيصوتوا عليها مغلقة باش ما يحضرش أي منبر إعلامي ولمتتبعي جاردة أصوات واسع النظر شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر